السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الرابع والجزء الأخير بالنسبة لهذا الفراشة هادي فالآن أنا غادي نشوفوا معايا طريقة عمل هاد الورايقة هادي الصغيرة اللي كنا نستعملوها لتزيين فغادي نخدمها الآن بالعقيقة المكركب عادي نفسه اللي كنا نخدمنا به هادو كل الأغصان أو العروش بالنسبة لسيدات اللي ما شافوش الأجزاء السابقة الأول والثاني والثالث فغادي نتلقاوا الروابط كاملة أسفل الفيديو صندوق الوصف يعني غير مجرد ما أنك كتهبطي أسفل الفيديو هاديك الكتبة اللي كتبالك رها هي صندوق الوصف اللي كيستعمل الهاتف فراك يكون واحد السهم صغير في الجنب غير كتضغطي عليه كتطلع لك الكتبة كاملة اللي كتكون أسفل الفيديو هادوك هو صندوق الوصف المهم غير بغيت نشرح لكم بالنسبة للسيدات اللي ما عارفينش شنو هو صندوق الوصف غير الكتبة اللي كتكون أسفل الفيديو رها هي صندوق الوصف فكن كتبوها كنشرحوا فيها الفيديو وكنو وضعوا فيها الروابط ديال الفيديوهات السابقة اللي مهمة بزيف وكذلك غتلقاوا الرابط ديال الانستغرام ديالي بالنسبة للسيدات اللي باغين يتابعوني إعلاغ الانستغرام أما هاد الورايقة هادي فراها خدمة ديالها سهلة بزيف في الأول أنا بديت أغرب ثلاثة العقيقات يعني ثلاثة أخذيتهم وأخدمت بيهم من بعد كملت الخدمة بربعة ربعة ديال العقيقات يعني كل مرة كنستخدم ربعة ديال العقيقات حتى غادي ندور على هاد الخدمة ديالي كاملة وفي الأعلى غادي ننقص يعني ما غاديش موقع نستخدم هديك الربعة الآن أنا دبا غادي أخذ دامة يعني بشكل عادي جدا هنا استخدمت ربعة والآن استخدمت هنا يغرى ثلاثة هنا أنا نقصت لأنني وصلت للراس ديال هاد الورايقة هادي في هاد الراس هادة بالضبط كان وضع ربعة تقدروا تستعملوا حتى ثلاثة ولكن أنا بنت لي المسافة ما زال كبيرة هاد شي لاش أنا نستعمل ربعة أما هادك الفراغ الصغير هندير فيه غير جوج يعني كافيين مهم انتي عينك ميزانك في الخدمة في المبانت لك باللي ما زال خاصك تزيدي زيدي هنا كذلك غنستعمل اثنان فقط ونحاول أنني نطلع الإبرة مباشرة في نفس النقطة اللي خدمنا فيها سابقا يعني غد جينا بحلق معاكسين كل وحدك تشوف في الأخرى هنا ستخدمت غير ثلاثة فغادي نحاول أنني نخرج الخيط ونجر هناك بهالطريقة هذه أكثر حاجة يعني كتبارزت هناك أن الخيط يبقى يشد لك في الخدمة اللي كتكون يخدمتها سابقا مره مره يعني الخيط يشد كيشد تمايه وخاصك ضروري تعود التحليه وتعود الترجعي تخدميه أما هي الخدمة عموما ساهلة وبسيطة بزيف ركزوا معي أغر على الرشمق كيف شرشمناها ويعني كيف شحت صايبناها وطبعوها مزيان فوق من توب استعملوا بابي كاربون وخدموك عادي جدا الفيديو يعني راه كين يعني هو الجزء الثالث اللي أنا استخدمت فيه الرشمق أما هذه هي الموزونق اللي غدي نستخدمها لاحظوا معي مزيان فيها 30 جرام وهناك الحجم ديالها 8 ملي متر المهم هي هادي أنا خذيتها بـ 160 يعني 13 درهم باش خذيتها كي ياخذوها بتامان اكثر من هذا المهم تامان ديال هره ما مضبوط يعني يقدر يوصل حتى ال 15 درهم فانا اول حاجة غادي انتبت الخيط استعملت هنا الخيط دين نيلو اللي وريتوليكم في الجزء الاول وريتكم هاد الخيط هذا خديت انا غير جرارة صغيرة ب3 دراهم هي اللي خدمت بيها استخدمت هنا هاد الخيط على جوج اما هاد موزونة هادي فدائما كنخدموها على الظهر يعني الابرة كندخلها على الظهر ديالها لانها فيها جوج ديال الوجوه وجه في هادك البريو هو الوجه اللي كيكون حرش اما الجزء الاخر او للوجه الاخر ديالها فكيكون رطب يعني كيكون الملمس دياله ناعم هادك ولي كندخلو فيه الابرة لأول مرة شنو غادي ندير كناخد كيما قد لكم هاد الموزونة على الظهر ديالها يعني هاد الملمس اللي كيكون ناعم هو اللي كندخل فيه الابرة وكنحاول انا نثبتها بهات الطريقة هادي هنا ضروري انكم تطلعوا الابرة ديالكم من الرسمة اللي انتو مرسمتوها يعني هنا مثلا ان استعمل الدوائر ممكن ان سيدة اخرى تكون مستعملة ورود يعني وردة خماسية ولا سوداسية فارها نفس الطريقة يعني نفس الخدمة دائما اللي براك تطلعيها من الخط اللي انتو يا راسمه هنا انا غدا نكمل الخدمة ديالي حتى ندور مع هاد الدائرة كاملة المهم انا هاد الخدمة هادي استعملت مرة كنستعمل لون واحد هاد لون الدهابي اه واحد دائرة استعملت فيها اللون الذهابي بوحده اه فهاد الدائرة اللي غا نخدم معاكم دها بدخلت فيها جوج ديالالوان الذهابي مع الحمر او للون ديال التوب المهم اللي بغايت انها تستخدم جوج ديالالوان فانا غادي نوريك الان طريقة كيفاش انك الدخلي جوج ديالالوان وجوزوينين مع بعضياتهم الان هاد شي عاش انا غادي نخدم معاكم هاد دائرة اللي في اللي ملونا اما الدائرة العادية اللي فيها غير لون واحد راه نفس الطريقة غير استخدمي لون واحد المهم انا فضلت ان انا تشوفوا معايا الطريقة في الالوان بجوج باش تعارفوا كيفاش غادي نتخدموا هاد الخدمة ديالكم انا غادي نكمل هاد الدائرة الاولى يعني اه كملناها والان غادي نبدأوا الدائرة التانية وراحضوا معايا مزيان كيفاش غادي نخدم هاد الدائرة التانية دائما كناخدو الموزونا على الظهر ديالها صار حاد النوع ديال الموزونا كيجي زوين في الديكور ديالو يعني كعطيو حاد المنظر افضل من هاد الموزونا اللي كتكون عادية ما فيهاش البريو هادي كتعطيو حاد المنظر افضل هنا الملاحظة اللي غا تلاحظوها في هاد الدورة الثانية والثالثة والرابعة يعني قعد دورات اللي غادين يجيو من بعد انك كتطلع دائما الابرة ما بين هادوك الجوج ديال الموزونات اللي كانوا عندك في السطر لقبل يعني في الدورة السابقة كتجي مبيناتهم في الوسط وكتطلع الابرة ديالك فهدي الملاحظة فقط اما الخدمة دماغ عادي جدا غا تهزي دائما الموزونا وعلى الظهر ديالها يعني هادوك الجانب اللي كيكون املس وغا تدخلي الابرة وطلعيها من الوسط ما بين كل جوج ديال الموزونات من بعد ما حدك انت هي غادة كتخدمي يعني مثلا هادي الدائرة رقم اثنان ما حد نحنا غادين الدائرة رقم ثلاثة اربعة خمسة ستاق يعني حتى نكملو الحجم اللي احنا عندنا كتبديت نقصي في العدد ديال الموزون يعني مكبقاش عندك نفس العدد اللي كتكوني بديتي بيه اول مرة يعني مثلا انت قادرت تلقى راسك بديتي اول دائرة استخدمتي فيها مثلا عشرين موزونا الدائرة الاخيرة تلقى راسك استخدمتي فيها خمسة ديال الموزونات فقط اولا ستاولا سبعة قاع باش تدوري هادي الدائرة الاخيرة اللي عليها غدا تديري واحد ديكور بسيط جدا انا نوريه لكم في النهاية ديال فيديو باش نقدروا نختمو الخدمة ديالنا المهم انا الان كملت هاد الدائرة التانية اللي مهم في هاد الخدمة هو كيفاش نقدروا ندخلو جوج ديالالوان بطريقة متناسقة هادشي علاش انا الان خديت اللون ديالتو المهم توم ما شوفوا اللون اللي كان عندكم اه 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 بالنسبة لي انا غدا نقولوا اللون اللون التاني وصافي يعني احنا عدنا جوج ديالالوان فهذا اللون التاني كتدخليه عادي جدا نفس الطريقة اللي خدمنا بها هاد جوج ديال الدوائر هنخدمو بها هاد اه دائرة التالتة دي ما كناخد موزونة على ادهار ديلها وكنطلع� لابرة من الوسطة ديال هادوك الجوج اللي كيكونو جوج ديال الموزون فهانه يخدمناهم في أهаждه السابق هنا كنضن ان اللون كيبين واضح شوية على هادك الذهبي لاحظوا معايا ديك الجيهة كتبان ملسى بزاف والاخرى كتبان يعني حرشة فهذه الطريقة غادي نكمل الان هالدائرة هذي ديالي كاملة انا استخدمت هنا جوج ديال الدوائر في اللون الدهبي واستخدمت دائرة وحدة في هاد الحمايمر هذا ومن بعد غدا نخدم كذلك بالدهبي فتابعوا معي حتى نكمل هذه الخدمة سهلا و بسيطا بزاف يعني انا كنت بغايت نخدم مثلا دير كلها موزونة في لون يعني مثلا في نفس الدائرة في نفس الخط تخدمي بجوج ديال الوان ولكن صراحة خدمت بيه ومعجباتنيش ومن تقدروا حتى هي تجربوها لان الالوان مختلفين يعني تقدروا انتم تكونوا خدمتوا بشي جوج ديال الوان ليكونوا متناسقين مبعضياتهم بزاف فغادي يقدروا يخدموا لكم مزيان بالنسبة لي انا جربتهم ومعجبوني شو حيتها وقلت سافي غادي نخدم غر جوج ديال الدوائر في لون والدائرة الثالثة هتكون في لون اخر فانا هنا رجعت خدمت بهاد اللون هادا هاد الدهابي وغادي نكمل به هاد الدورة مهم انا غا نخدم جوج ديال الدورات يعني دورتين غادي نخدموهم بهاد اللون هادا لاحظوا معايا مزيان هنا رجعت الدائرة بدات كتصغار هتلقاوني مره 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 كنزقل شي وحدين يعني ما كنخدموه مش لان الدائرة غا تبدأ غادي الحجم ديالو كينقص كيما كليكو مره في اللخر تقدروا تلقاوا غير خمسة الموزونات ولا استقاع ولا احتسبع فانا غادي نكمل هاد الدائرة يعني هنا شوية علينا قمتوه غادي وقمتوه في الخيط ونكملو جوج ديال الدوائر كيما كتليكم خدمت الان جوج ولاحظوا معايا العدد بدكين قص والان غادي نخدم صف واحد باللول احمر ومن بعد غادي نخدم جوج ديال الدورات باللون الدهبي اللي غادي يكون هو الختام ديالنا هنا الملاحظة اللي لاحظتو معايا هتلقاوني خدمت غير جوج ديال الدوائر باللون الحمر يعني اما اللون الدهبي خدمت باستة يعني جوج ديال الدوائر في اللول وجوج في الوسط لح خدمناهم دابا وجوج في الاخر هي استة يعني هتلقاوني خدمت استة مهم انا غادي نكمل فهذا هو الشكل ديال النهائي ولكن متخافوش غادي نخدم معاكم هذيك الديكور اللي كي يجي في الواسط هاد لزيستات اللي انا استخدمتهم هنا ياه وريتهم ليكم في الجزء الاول كما قدت ليكم في الجزء الاول خدمت شريتهم بعشرة دريال الوحدة كيكونوا عندهم هنا استادي الفتاحات فحاولوا انكم تبتوهم زيان يعني اما تبتوهم من هذو استكاملين ولا تبتوهم غرفة ربعة المهم غادي نحاول ان ننتبتهم دي ما غادي نطلع لبرامن هنا باش نقدر انا ننتبت هاد الشكل هذا من الجهة الاخرى كيف ما شفتو معايا يرى كينين عندنا استادي الفتاحات مو مشكل ديالك يجي زوين هاد شي علشان انا قلت نخدم بيها تقدروا اولا ما بغيتوش قاعد تستعملوهم بليش خدوا غير اعقائق عادي يكون كاركب كبير اولا هذوك ريزيستراس اللي كيكونوا مدورين التمن ديالهم كيكون رخيس يعني غير مثلا جوجدراهم كيعطك فيها بزاف ماشي بحال هادوك كيتباعوا الوحدة فانهنا غادي نحاول هذوك البلايس اللي بقاولي يخاويين انا نعمرهم بالموزونة يعني غادي ندور عليهم بالموزونة حتى ما يبقاوش وقدر رجعنا اخذ هاد العقيق اللي كنت خدمت بيه السفيفة في الأول يعني السيدات اللي اللي تبعوا معي هاد الموزيل اخدمنا هادا كسفيفة بهاد العقيق هذا ديال كريستال ديال الخيط يعني هاد العقيق هذا هو ديال الخيط كتكون نوعية دياله مزيانة ما كيتقشرش يعني عادي جدا ممكن تخدمي بيه مزيان وممكن تقشر مواله كيتباع في الخيط ممكن ما كنت لكم في الأول خديته بخمسة دراهم الخيط كينين في بعض الأماكن كيبيعوه بستة دراهم يعني ماشي ضروري نفس التامان غادي نتلقاوه في جميع المناطق كل منطقة كتلقيها كتبيع بالتامان اللي بغيت يعني كل واحد كيبيع اصلا بالتامان اللي بغيت ولكن هذا هو التامان ديالهم يعني كيتراوح ما بين خمسة دراهم سستة دراهم يعني إلا زادوا عليكم كتر فراه ممكن يكون شي نوع آخر معرفت مهم هذا مزيان قولوا لي يعطينا العقيق ديال كريستال اللي كيكون في الخير والأغلبية يعني منتاشر وكيخدموا بيه بزيف وكيبقى أفضل من هادك اللي كيتباع اللعبار يعني هادك اللي كيتباع اللعبار مثلا الخمسة الدراهم والعشرة الدراهم كيعطيك فيه بزيف وفي الأخر كيتقشر مكيبقاش في الشكل دياله الأول وكيخياب يعني مكيبقاش زوين الآن أنا أخذت خمسة ديال الحبات غدي نحاول ندورهم ونلسقهم مزيان لاحظوا معي غير طريقة ديال التركاب فالأخر غدي رجع في هادك اللولة اللي كنت خدمتها في اللول لاحظوا معي مزيان هادية أحسن طريقة باش أنا كي تديري هاد دائرة هادي رجعي في هادك العقيقة اللولة باش تقدري تبتي الدائرة ديالك مزيان يعني تولي متبتة بشكل جيد وغاد أرجع نهبط الخير ولرجع نهبط الابرق بطبيعة الحال غايبقى عندك هادك الخيط طالع فإحنا ما نخليه وش طالع أرجع نطلع الابرق من هاد المكان وغاد نتبت بها هادوك العقيقات المهم انا غاد نبقى كنتبت فيهم حتي بانولي يسافرهم تبتوا مزيان شحال ما تبتيهم شحال ما مزيان يعني هاد ولي مهم حاولي انك تبقى غاد أخدامه حتي بانولك ولا وزوينين ومقادين حتنسى لي هاد الخدمة هاد هاد الفراشة هاد السراحة مازال ما كملتهاش ما غاد سنكتب اليكم حتنكملها ان شاء الله وغاد نوضع ليكم وحد الفيديو خاص مهم غاد يكون غير فيديو قصير تشوفوا معايا الشكل دياله كيفجا نصف طوق ديالها والاكمام مازال الاكمام بقى مخدمتهم مش مهم حتى هوا نديلي منفس الطريقة يعني غاد نحاول ما غادش نديلي مش حاجة جديدة نفس الطريقة اللي شفتوا معايا الان هي اللي غاد نستخدمها كنتمنى ان هاد الفيديو هاد يكون الاعجاب ديالكم وكنشكر جميع السيدات اللي كيدعموني بالتعاليق ديالهم زوينين صراحة بزاف ديال السيدات كيدعيوا معايا وكنحس بيهم قراب مني بزاف مهم كنشكركم كاملين 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 وراكم عزاز علي كلكم وكنتمنى لكم الخير من كل قلبي وكنتمنى لكم انكم تتخدموا مزيان وتعلموا مزيان شكرا على المتابعة وشكرا لكل واحدة ضغطات على زر الاعجاب